يتصاعد توتر بين موسكو والغرب وإن كان متقطعاً ما يعيد للأذهان أجواء الحرب الباردة آخر تلك الفصول كان توتراً جوياً ساحته البحر الأسود مركز الدفاع الروسي أعلن عن ذلك التوتر بحديثه عن رصد أهداف جوية وصفها بالمعادية كانت تقترب من الأجواء الروسية فوق المياه الدولية في البحر الأسود الطائرات العسكرية المحلقة كانت مقاتلات فرنسية من نوع ميراج 2000 دون ذكر العدد فتطلب الأمر وفقاً للمركز الروسي إطلاق موسكو لمقاتلات جوية من نوع سوخوي 27 لاعتراضها التوتر الروسي الفرنسي هبط من سماء البحر الأسود إلى مياهه بدخول سفينة الدوريات الفرنسية كوماندان بيرو عرض البحر لتقوم موسكو بإطلاق آليات أسطول البحر الأسود لمراقبة تحركات سفينة تابعة لقوات البحرية الفرنسية التحرك البحري الفرنسي جاء بعد إعلان روسيا عزمها تعليق الملاحة في أجزاء من البحر الأسود الأمر نفسه دفع بريطانيا للاستعداد لتحرك أسطولها البحري وإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود وفقاً لتقارير صحفية طبعاً هذا بخصوص الشق الأوروبي من الطرف الغربي في الصراع مع روسيا أما الشق الأمريكي فهو أيضاً تحدث عن أن الغواصات الروسية في البحر الأسود تشكل تهديداً خطيراً على الأسطول الأمريكي في المنطقة مجالة ناشنال انتريست أشارت إلى أنه ورغم تفوق الأسطول البحر الأمريكي إلا أنه هناك مقارنة لا يمكن لواشنطن تجاهلها وهي حجم وتعقيد أسطول الغواصات الروسي الذي يمتلك 64 غواصة يتميز العديد منها بأداء عالم ما يعيق عمل سفن أمريكا وحلف النيتو في البحر الأسود المجالة الأمريكية استكملت المقارنة استناداً لخبرات عسكرية أمريكية مضيفة أنه في الوقت الذي تتفوق فيه الولايات المتحدة في عدد السفن والأداء إلا أن سفن دوريات البحرية الروسية والطرادات تسمح لها بتنفيذ مهام قتالية مضادة للغواصات إلى جانب تأمين التواجد البحري في المنطقة